الفتنة بالنساء لا تأخذ وجهاً واحداً بل هي مختلفة باختلاف طبيعة صلة الرجل بالمرأة فمن النساء من تكون أجنبيةً فتكون الفتنة فيها بالنظر إليها النظر المحرم أو ما يتبع ذلك من أوجه الاستمتاع الذي حرمه الله تعالى على الرجل وهذا نوع من فتنة الرجال بالنساء وطريق السلامة منه حفظ الفرج وقطع طريق الوصول إلى المحرم بالنظر أو بالقول كما قال تعالى وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وكما قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم